بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى وأمجدها فوقها من زمن وبالفخر يستان مجد الوطن و أمجدها فوقها من الزمن و بالفخر يزدان مجد الوطن هنا موطن المجد نحو العلا فجل ضياء برحب الملا و فوق ثراه فؤالي كنان بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام أقبل منك حيث رمى الأعادي رغاما طاهرا دون الرغام و أفدي كل جلمود فتيت و ها بقنابل القوم اللئام لح الله المطامع حيث حلت فتلك أشد آفات السلام السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أسعد الله و أوقاتكم بكل خير و أهلا و سهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجد للوطن الذي أشرف بمشاهدتكم له على قناة المجد البرنامج الذي نفتخر فيه و نعتز بالمنجزات الوطنية و الخطوات التقدمية و جهود التنمية في كل المجالات كيانات و أفراد و الذي نحاول من خلاله أن نقوم بدورنا الإعلامي في تغضيتها و مواكبتها و نقلها لكم في أبهى حلة و أجمل صورة اسمحوا لنا أن ندلف إلى أولى فقرات هذه الحلقة بطولة عبر المدى و أمجدها فوقها من زمن و بالفخر يسدان مجد الوطن و أمجدها فوقها من زمن و بالفخر يسدان مجد الوطن هنا موقن المجد نحو العلا تجلى ضياء برحب الملا و فوق ثران فؤادي سكن و بالفخر يسدان مجد الوطن منار الهدى و مهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى أهلا و سهلا بكم من جديد رحبوا معي بضيفي و ضيفكم الأستاذ تركي أو المهندس تركي بن عماش القادر المنسق المشاريع في قطاع العمليات بالهيئة السعودية للفضاء أهلا و سهلا أستاذ تركي يا أهلا و سهلا أبي خير و نعمة و شرفتنا و آنستنا في هذا البرنامج و الحقيقة في العديد من المحاور التي أريد أن أسولف معك فيها متعلقة بالفضاء و الهيئة السعودية للفضاء أريد أن أبدأها بالسؤال الحالم و التي تطرأ بالأذان الحقيقة إذا سولفنا عنها و فكرة السياحة و السفر في الفضاء متى نتوقع أنه يوما ما بنسافر للفضاء بغرض السياحة؟ أولا أشكر لكم تحت هذه الفرصة للظهور على شاشتكم الكريمة و لي الشرف في الوجود في قناة المجزل الفضائية التي تعد من ركائز البث التلفزيوني في المملكة العربية السعودية أما بالنسبة لسؤالك التي تفضلت فيه حسب هناك شركات في طور تطوير المراكب الفضائية التي من الممكن أن تقل البشرية برحلات سياحية إلى الفضاء الخارجي فمثلا عندنا سبيس إكس الشركة الأمريكية و صاحبها إيلم موسك التي الآن قائمة على قدم و ساق في تطوير المركبة الفضائية التي ممكن أن تقلنا إلى القمر و عندنا الآن شركة بلو أوريجن التي تعمل على إرسال السياح إلى خارج الغلاف الجوي نتكلم على ارتفاع من ممكن مائة كيلو متر من سطح الأرض لتجربة الإعدام الجاذبية أولا و أن يكون الشخص بلا وزن أن يكون في الفضاء يجوب داخل المركبة الفضائية أو الكبسولة التي جالسة الآن تصممها و كذلك الذي طلاله على رؤية الكرة العربية بالضبط لو نتكلم عن تصميم الكبسولة الكبسولة الآن حسب التصميم فيها ست مقاعد و كل مقعد أمامها مثل الشباك الكبير الذي ممكن يطل على العالم و على سطح الأرض و هؤلاء هم يرجعون و هم عايشين أو خلاص مع السلام؟ طبعا لا لا إن شاء الله يرجعون و الرحلة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة و ممكن نقول 11 دقيقة بالضبط و نعم يعني بتتسطل عن إلين وصولهم إلى نهاية الغلاف الجوي نعم إلون ماسك و سبيس اكس بشكل عام إلون حالم هو دائما يجيب لنا الجديد كذا كل مرة و هذا يمكن أحد الأحلام التي قاد يحلم فيها فكرة أنه البشر يصلون إلى مدار القمر بهدف السياحة فإن شاء الله يكون هذا هدف يتحقق قريبا بالضبط هو يعني المالك الرئيسي لشركة سبيس اكس يعني عنده شركات عديدة و إذا تعرف شركة تسلا بسيارات الإلكترونية و هذا كان في زمن ماضي من وحي الخيال يعني الآن السيارة ممكن تقلق حتى 600 كيلو بدون بنزين بدون شيء و إذن يعني من الممكن أن بعد 600 كيلو تشحنها و تعود ترجع تقودها و كأنك يعني في المستقبل الذي لم أحد تصوره إذا وتيح السفر للفضاء أنت بتسافر أو لا؟ و إذن إذا في ميزانية يعني ما نقول لا يعني آه إذا في ميزانية تسمح لأنه غالبا تكون التذاكر باهظة نعم لكن لو نقارنها في الوقت الماضي مثلا عام 2000 و 2000 تقريبا كان هناك ملياردير أمريكي و دفع يعني شركة لوكالة فضاء مبلغ 20 مليون دولار أنهم يأخذونها إلى محطة الفضاء الدولية التي تبعد على ارتفاع 400 كيلو متر فنتكلم الآن سعر التذكرة الواحدة إلى الفضاء الخارجي تتراوح من 200 ألف إلى 250 ألف دولار فيعني من 20 مليون دولار إلى 250 ألف دولار يعتبر يعني قفزة عظيمة فرق كبيري و بالتالي يتاح مجال كثير من الناس أريد أن أرجع معك وراء في الزمن أنت خريج طيران و فضاء هندس الطيران هندس الطيران أريد أن تتكلمني عن دراستك عند دراستك في أمريكا في الخارج صحيح في هذا المجال و التخصص لأننا نسولف عن التخصصات في السعودية ذات العلاقة بالفضاء و كيف يمكن الطالب يتخصص كيف تجربتك الدراسية طيب عندنا أول شيء دعنا نتكلم عن الوضع في المملكة العربية السعودية و الجامعات التي توفر هندسة الطيران و الفضاء بشكل خاص و تخصصات الهندسة المختلفة و العلوم أيضا مثل الفيزيو و الكيميا هذه كل أبوها تخصصات مهمة جدا في النهضة في قطاع الفضاء في المملكة و في الخارج فعندنا مثل في المملكة العربية السعودية عندنا جامعة الملك عبدالعزيز و عندنا جامعة الملك فهد البترول و المعادن اللي من ضمن تخصصاتهم تخصص تخصص هندسة الطيران و الفضاء بالإضافة يعني إلى العديد من التخصصات الهندسية الأخرى و تخصصات العلوم نعم جميل جدا و الدراساتك أما بالنسبة للدراسة زي ما تفضلت الدولة حفظها الله يعني أتاحت تقريبا لجميع الطلاب الخارجي من الثانوية إمكانية الدراسة و الابتعاث الخارجي تقريبا العديد و العديد من الدول بالنسبة لدراستي على وجه الخصوص أنا يعني رحت لأمريكا مثلا عام 2014 تقريبا لدراسة تخصص هندسة الفضاء و الطيران وبعدين ابتعثت يعني على بعثة الملك عبدالله رحمه الله و انضميت يعني للبعثة و درست هذا التخصص و كان اختيار التخصص هو الشغف اللي كان عندي منذ الصغر و منذ تاريخ المملكة في هذا المجال اللي كان داعم حقيقي اني يعني اني اقرر اني ادرس هذا التخصص هذا كان سؤال مهم فكرة لماذا درست هندسة الطيران الفضاء من الواضح انه تخصص يعني ليس موجود في كل جامعة و كل كلية تتيحة و ظهور الشغف في مثل تخصص الفضاء عادة يكون واضح و قوي عند كثير من الطلاب يكون عنده شغف في الفضاء بشكل قوي بالتالي يريد ان يدرس اي تخصص و علاقة بها المجال والسبب لذلك هو انه يعني تخصص هندسة الطيران و الفضاء هو تخصص يعني جدا جدا نادر هذا اولا و شيء ثاني ان القطاع الفضاء في المملكة و في الدول العالم الان جلسة تلتفت بشكل كبير جدا لهذا المجال فبالتالي الان فرص كثيرة فرص وظيفية جدا كثيرة في المملكة العربية السعودية و في الدول العالم الاخرى لتوظيف مهندس الطيران و الفضاء فهذا الان يعني سوق العمل يعني طالب الكثير و الكثير من متخصص هذا هندسة الطيران و الفضاء نعم كنت بسأل أيضا عن كوكب المريخ المريخ بما أن فيها العديد من المصح الجمع المسابر أو المسبارات التي تطلق باتجاه المريخ لماذا العالم حريص على المريخ لأن كوكب قريب مننا أو في طموحات معينة نريد تحقيقها من المريخ و ما هي لماذا العالم يتجه للمريخ هذا سؤال مهم جدا و في وقت حساس جدا بالنسبة لكوكب المريخ عندنا مثلا مركبة المثابرة الأمريكية من وكالة ناسا و هي وصلت إلى كوكب المريخ على سطح المريخ لأخذ الصور و البحث عن أثار الحياة هناك و عندنا مصبار الأمل من دولة الإمارات العربية الشقيقة في عدة بحوثات تجري حاليا على هذا الكوكب الأحمر و عدة أسباب كانت كفيلة بأن العالم بجمعه يلتفت لهذا الكوكب و الأسباب هي أنه قرب يعني ممكن العيش فيه قريب من العيش على الأرض خصوصا في درجة الحرارة يعني مثلا نتكلم عن سالب خمسين درجة مئوية أنا عارف أن هذا شيء قوي جدا أن تكون بالأرض لكن هناك ممكن نبني مدن كاملة أنها تتعايش تحافظ على التوازن الحرارة و الضغط بالضبط بالإضافة يعني عندنا اللهم صلى الله محمد الآن يعني يرسلنا مركبة و الآن في طور البحث و يعني التحري زي ما ممكن نقول فممكن خلال السنوات القادمة يعني مركبة المثابرة هذه يعني تخرج لنا بعدة اكتشافات بتساعدنا على تحديد كيفية العيش على كوكب المريخ وبالإضافة إلى ذلك مثلا في كوكب المريخ يعني اليوم في كوكب المريخ قريب من كوكب الأرض بشكل كبير جدا حيث أن اليوم في كوكب المريخ يتكون من 24 ساعة تقريبا و 36 دقيقة فقط وهذا جدا مقارب لكوكب الأرض فهذا يؤهل العيش هناك بحيث أن يكون فيه ليل ونهار وما إلى ذلك المخرج يسألني يقول هل يكون فيه فندق هناك و كم تكون الأسعار في الفندق و كذا يبدو أن حبيبنا أبو عمار سرحت في خيالك و أحلامك لكن أبشر أنا إن شاء الله سأحجز لك أسبوعا في المريخ أو لا يبنون الفندق نحن عندنا فرصة في القمر القمر قريب أقرب لنا من المريخ صحيح نحن نبني فيه شوية فنادق بعدين نفكر بالضبط بالنسبة القمر يعني القمر زي ما تعرف هو كأن يعني قمر صناعي بحيث أن يعني يجوب حول الأرض و يعني وجوده في هذا مكانه هذا هو بفعل جاذبية الأرض له بينما مارس أو الكوكب الأحمر أو المريخ هو يعني زي كوكب الأرض له مدارة ولا يعني جاذبيته و ما إلى ذلك أي نعم أما بالنسبة لما ذكرت الفنادق و ما إلى ذلك الآن هناك يعني عدة شركات خاصة تجارية في طور البحث و دراسة يعني بناء فنادق في الفضاء الخارجي خارج الغلاف الجوي بحيث أن الشخص ممكن يروح هناك لعدة أيام للاستمتاع بمنظر الكوكب سطح الأرض نحس الآن أتوقع خاصة نحن مع كورونا أزمة كورونا والجائحة التي أغلقت الكثير من منافذ السفر حول العالم صحيح وهبطت الطيارات في الأهل الأرض فنحن الآن قاعدين نفكر بالفضاء وهذا خيار قد يكون استراتيجي في الوقت الخريب طيب فيما يتعلق بتاريخ المملكة العربية السعودية و الفضاء و هذا يمكن يكون متعلق أما و أن نحن الآن عندنا هيئة السعودية الفضاء فلو تكلمني شوية عن تاريخ المملكة العربية السعودية الفضاء متى بدأت و مراحل تطور هذه العلاقة هذا سؤال جدا مهم الفئة الناشئة لطلاب المدارس أنهم يعرفون تاريخ المملكة العظيم في قطاع الفضاء فيعني عندنا نتكلم عن قطاع الفضاء ببدأ من السبعينيات الميلادية نتكلم عن إنشاء مثلا مؤسسة عربسات عام 1976 ميلادي لإنشاء أقمار صناعية بغرض الاتصالات و البث التلفزيوني و الآن يعني حنى هذا الحوار بيكون مبث على أحد أقمار صناعية مملوك العربسات و عربسات كما تعرفون أنها تملكها السعودية بأكبر نسبة من ضمن الدول المشاركة فابتدأ بهذا الشيء و انتقل إلى تأسيس مدينة الملكة عبدالعزيز لعلوم والتقنية والتي أنشأت عدة أقمار صناعية عام 1999 لعربسات أعتذر لسوريسات و سوريسات و سوريسات و أعتقد عام 1999 فنتكلم عن تقريبا 40 عام من العمل على هذا القطاع الواعد و الآن أكتمل يعني عام 1985 عندنا الصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وهو الرئيس التنفيذي أو رئيس من إدارة الهيئة السعودية الفضاء الذي صعد إلى الفضاء الخارجي لإجراء بعض التجارب مع ممكن القول يعني رواد الفضاء الروسيين و الأمريكيين عام ذلك العام نعم نعم و و أكتمل طبعا بإنشاء الهيئة السعودية الفضاء عام 2018 الاستكمال ما يعني بدأت الدولة فالآن يعني حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز و صاحب ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بالالتفات لهذا القطاع المهم و الواعد و الذي ممكن أن يستثمر فيه لأجيال و أجيال قادمة بإذن الله و قريبا إن شاء الله نطلق مسباراتنا و صواريخنا نحو الفضاء و أنا أحييكم من عرب سات و نايل سات أيضا نحن نطلق عليكم من هذه القمرين من خلال هذه القناة طيب أختم معك بسؤال أريد إجابة مختصرة عليه ما هو الفوائد التي ممكن نستفيدها من الفضاء و نحن على الأرض خلينا ما نروح للفضاء بس ما ممكن نستفيد منه بالضبط طيب عندنا الآن يعني فوائد مباشرة و غير مباشرة أما بالنسبة للفوائد المباشرة يعني البث التلفزيوني الآن وجودنا على يعني التلفاز أنا مثلا عايش مثلا عشرين دقيقة من هنا فاستخدمت جوجل مابز وهذا يعني جابني هنا حسب تحديد المواقع و ما إلى ذلك عندنا مثلا الجي بي اس وهو يعني تحديد المواقع بالخريطة عندنا العديد و العديد مثلا من ناحة الأمن و الأمان للدولة مثلا حفظها الله أنه تحمي حدودها باستخدام أقمار صناعية و أجهزة استسعار عن بعد في الفضاء و هناك مزيد من الاستخدامات حتى على مستوى الأمن القومي لأنفضاء أحد الحدود التي تحد أي دولة في العالم و كذلك ما يتعلق بالبحوث العلمية و تطوراتها و غيرها من القطاع للتصالة تقنية المعلومات أنا سعيد الحقيقة بوجودك معي و لعلي تحمست الحقيقة أني أدرس هندسة طيران من الفضاء إن شاء الله سأكون معكم قريبا هذا بوادر هذا اللقاء الطيب بالعكس و نتشرف بأمثالكم من الواعدين الحقيقة من الشباب الذين يقودون العمل في الهيئات و الجهات الحكومية الهادفة إلى إحداث نقلة في الوطن صحيح و الهيئة السعودية الفضاء أحد الأمثلة الواضحة جدا على هذه فأنا أهنيكم على الهيئة و أهني الهيئة بكم و نرجو إن شاء الله في المستقبل قريبا نشوف المشاريع التلوى الأخرى شكرا لك أستاذ تركي بن عماش القادر منسق المشاريع في قطاع العمليات بالهيئة السعودية الفضاء شكرا لك شكرا لك تشرفنا وجودنا معكم السعادة و شكرا لكم على طيب المتابعة فاصل قصير نعود بعده لاستكمال محاوري هذه الحلقة و بالفخر يزدان مجد الوطن هنا موطن المجد نحو العلا تجلى ضياء برحب الملا و فوق تراه فؤادي سكن و بالفخر يزدان مجد الوطن في منار الهدى و مهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى و مهد البطولة عبر المدى و أمجدها فوقها من زمن و بالفخر يزدان مجد الوطن و أمجدها فوقها من زمن و بالفخر يزدان مجد الوطن هنا موطن الملا أهلا و سهلا بكم من جديد رحبوا معي بضيفي و ضيفكم المداخل المهندس فيصل بن حماد النصيف الحاصل على براءة اختراع من مكتب البراءات الأمريكي أهلا و سهلا مهندس فيصل أهلا و مرحبا مسيك بالخير و الرضا مسيت بالنور و السرور أهلا و سهلا حقيقة أنا سمعت عن منجزك و البراءة التي حصلت عليها على إثر اختراعك و أنا ودي في البداية يعني أنا الحقيقة حاولت أن أفهم و أستوعب و سأطلب منك إضاحة و شرحة بسيطة لهذا الاختراع لأنه بدأ لي معقدا حول إعادة توزيع الغاز المنتج من مكامل النفط إليها مرة أخرى و الاستفادة في عملية تدوير لإحداث توازن و بالتالي إنتاج النفط ودي في البداية تعطينا شرح كيف يتم إنتاج النفط ثم تكلمنا عن اختراعك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و السلام و السلام على رسول الله أولا أحب أن أشكر أحكم السيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله و سمو ولي عهدي الأمين الأمير بحمد بن سلمان حفظه الله و مثل هذا الإنجاز لم يكن ليكون لو لدعم الله محدود الذي نحضى به كسعوديين من تقديم التعليم المجاني والبعثات الخارجية وتوفير الفرص الوظيفية كما أحب أن أشكر رامك السعودية التي قدمت كل الدعم اللازم لعمل هذا الاختراع و كل من له علاقة مباشرة من مهندسين و مديرين و محجزين و محامين كما لا يفوتني أن أشكر قناة المجل برنامج المجل للوطن على هذا الاستضافة و تثليط الضوء على هذا الابتكار لتوضيح فكرة الابتكار أود دولا الحديث عن أساسيات إنتاج النفط من المكامل نعم تفضل تسمعني نعم المكامل في بطن الأرض تحتوي على النفط في مكان محصور بدرجة حرارة و ضغط معين عندما يتم استكشاف النفط في هذا المكامل يتم عمل خطط استراتيجية لاستخراجه هناك ثلاثة استراتيجيات يتم فيها استخراج النفط ستتحدث عن استراتيجية الأولى والثانية فقط والتي فيها هذا الابتكار الاستراتيجية الأولى لإستخراج النفط هي عن طريق الاعتماد على الضغط الحالي للمكمن والاعتماد عليه لرفع النفط من ضغط الأرض إلى سطحها وإرسالها بعد ذلك لمعامل استكرير ولكن هذه مرحلة مرحلية بعدها يجب رفع ضغط المكمن لضمان استمرارية إنتاج النفط وعدم تغير خصائصا وهنا ندخل الاستراتيجية الثانية والتي تم فيها اختراع هذه الطريقة الجديدة لضخ الغاز في عبار الإدخال مع ضمان توزيع الضغط المتوازن في المكمن والتي مشانها رفع المعدل العام للضغط في المكمن أما عن كيفية توصل الاختراع فهي رحلة طويلة بدأت عام 2015 عندما وجدت والمهندس المسؤول عن استراتيجية إنتاج هذا المكمن مشكلة فرق الضغط في المكمن بعدها تم عمل الرسومات التي تبين العلاقات الهندسية ثم بعدها اختيار فكرة توزيع إدخال الغاز المنتج بنسبة معينة على هبار الإدخال ثم عمل أكثر من 139 دراسة على المحاكي للإنتاج النظر من المكمن باستخدام هذه الطريقة الجديدة وبعد النظر في النتائج والحصول على موافقة الإدارة تم تطبيقها على أرض الواقع مع المتابعة باختبارات لمشاهدة تغيير توزيع الضغط في المكمن واثرها على إنتاج النظر جميل حتى نلخص ما ذكرت حول الطريقة الآن نحن عندما نسحب النفط من بئر النفط يصبح لدينا فراغ أكبر وبالتالي الضغط يخف داخل هذا المكمن أليس كذلك؟ بلى حتى نتمكن من مزيد من إنتاج النفط نحتاج أن نعيد الضغط ليكون بشكل طبيعي حتى لا تتغير خصائص النفط وبالتالي نستمر في إنتاج النفط صحيح ما شاء الله ترى الكلام أين نعم ما رأيكم يا أخوان مشاهدين الكرام محدثكم قادر على تلخيص مثل هذه الاختراعات الجيدة والجميلة الآن أنت حصلت على هذه براءة الاختراع هذا يعني أن هذا الاختراع سوف يطبق على أرض الواقع أليس كذلك؟ صحيح ما الذي يطبق في الوقت الحالي الآن في أبار النفط لأجل الاستمرار في إنتاج النفط هل هناك استراتيجية أخرى تطبق في الوقت الحالي غير فكرة إعادة الضخ الغاز مثل ما بدأت سلفا هناك ثلاثة استراتيجيات أساسية استراتيجية ثانية وهي إعادة انخال شيء معين إلى المكامل لمحافظة على الضغط فيها لكي لا تتغير خصائف النفط فيها أنا فهمت أنهم مثلا يدخلون الماء يستخدمون الماء لأجل الاستمرار في إنتاج النفط في بعض المكامل يكون الدافع الرئيسي للمكامل هو الماء في هذا المكامل الذي تم عليه الجراسة الدافع الرئيسي للنفط هو الغاز جميل ولذلك تم الاعتماد عليه في إعادة الإدخال والمحافظة على ضغط المكامل باستخدام الغاز جميل جميل جداً أنت وش تخصصك يا مهندس فيصل؟ الحمد لله أنا خريج جامعة ميك فهد هندسة برمجيات بكر ريوس وكذلك خريج جامعة نيو ساوت ويلد من استراليا أستاذ لي هندسة بكر ريوس ما شاء الله أنا سألت لأنه الحقيقة اختراع متخصص إلى هذا الحد ويحل مشكلة دعني أقول جوهرية ومحورية نحن نتكلم عن إنتاج النفط يعني خلنا نقول مصدر الطاقة رقم واحد في العالم فهذا اختراع له من الأهمية البالغة الحقيقة مكان وخريجي كلية الملك فهد بكر ريوس يبهرون دائماً بإبداعاتهم هل واجهتك تحديات في الوصول لهذا الاختراع وش اللي واجهتها من عقباتها وتحديات الحقيقة أول تحدي كان الاختيار بالعمل على هذه المشكلة الذي لم يوجد لها حل سابقاً فهو سلاح ذو حدي إما أن تحل المشكلة ويصبح كما حدث في هذا البحث بحل المشكلة وتحقيق براءة اختراع أو يكون الأمر أكثر تعقيداً ولا يتم حل المشكلة بطرق المختارة التحدي الثالث العمل اليدوي الذي يستطرق يومياً ساعات من العمل والتحليل والتعديل كما يجب للوصول للغاية المرجوة التحدي الثالث الوصول إلى المحاكي وانتظار النتائج واختيار المدد والنسب بشكل دقيق كما يتطلب الأمر وغيرها لكن الحمد لله تمر في العمل والجد والاستهاد ومثابرة عظيمة فضل الله كمن يخافر مشروع معين قد يخسر ولكن حسب نسبة المخاطرة تكون نسبة الربح أو الخسارة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أنا ما أدري هل يعني أنبهر بهذا الاختراع والمنجز الجميل ولا بجودة العرض يعني ما طرحته لنا في هذا فشكرا لك على تلبية الدعوة أولاً ومداخلة معنا للحديث عن هذا المنجز ونحن فرحاً بمنجزك نحتفي به ونتشرف بإهدايك سهماً في وقف سدنة القرآن الكريم التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم المدينة كشكر وعرفان وامتنان لك على هذه المداخلة شكرا لك مهندس فيصل شكرا لك ويعطيكم العافية مهندس سرسل الله يعافيك وأنا أشكركم أيضاً مشاهدين الكرام وأخرج إلى فاصل قصير لاستكمال محاول هذه الحلقة بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي 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 منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى ومهد البطولة عبر المدى وأمجدها فوقها من سمن وفي الفخر يسدى أهلاً وسهلاً بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير الخفيف اللطيف رحبوا معي بظيفي وظيفكم الأستاذ سعد بن عطية المولد نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم أهلاً وسهلاً أستاذ أستاذ السلامك الله و يا أهلا و يا مرحب بكم أبو بلال الحمد لله على السلامة الله يسلم الشرفتنا في برنامج المجد الوطن الشرف الأنا حقيقي الذي نسعد دائماً بالعديد من الجمعيات و الجهات في القطاع الثالث كلهم غالباً يشرفون من خارج الرياض فأنا ممتن لك على هذه الخطوة العزيزة الله يزاكم الخير وأنتم كذلك الشكر لكم حقيقة على هذه الاستضافة يا حبيب الغالي نحن نبدأ بتعريف عن محافظة الجموم باعتبار أنه قد يكون بعض المشاهدين و كثير من المشاهدين لا يعرفون عنها معلومات أنا ذكرت لك قبلها و أني لا كنت أعتقد أنها محافظة فإذا بك تصدمني بعديد من المعلومات التي أريد أن أصدف المشاهدين أيضاً أريد أن تعرفنا عن المحافظة و عدد سكانها و المراكز التي تتبع لها و هكذا أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محافظة الجموم هي إحدى المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة و هي البوابة الشمالية لمكة المكرمة يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة يتبع لها 8 مراكز عدد قرىها أكثر من 250 قرية و حقيقة المحافظة لها جانب تاريخي يعني من الآثار الموجودة في المحافظة مسجد الفتح هذا المسجد عسكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيام قبل أن يدخل إلى مكة و يذكر حقيقة النوقع أو المحافظة في السيرة بمرض ظهران مرض ظهران و سبب التسمية كما يقال أن مرض ظهران بمعنى أن المنطقة تمرمى بها كثير من السيور فسميت مرض ظهران و يبدو كان اسمها وادي فاطمة و هذا شيء آخر نعم كانت اسمها وادي فاطمة طبعا فيه عدة روايات و لعله من أصحها نسبة إلى إمرأة إمرأة اسمها فاطمة الخزعية كانت في مكة تؤالج فأخرجها من مكة إلى الوادي فسمي بوادي فاطمة هذه إحدى الروايات التي ذكرها محافظة الجم حقيقة الجم بمعنى الجم و هو الضعف المحافظة حقيقة معروفة بكثرة مياه و كثرة عيونها يعني أكثر من 350 عين كانت موجودة في المحافظة جميل إذا تقرير الجمعية جاهز يلا تخبروني حتى نعرضه للمشاهدين جمعية التنمية الأسرية بالجموم لما نقول تنمية الأسرية أو تنمية الأسرة ماذا نقصد بهذا المصطلح طبعا لا يخفى عليك أن الأسرة هي نواة المجتمع و الاهتمام بالأسرة هو اهتمام بالمجتمع فالتنمية تتعلق فيما يخص الأسرة من ناحية تأهيلها تنميتها تطويرها الحفاظ على استقرارها من خلال تقديم البرامج التوعوية التي تسعى إلى الحفاظ على الفرد في الأسرة طبعا الأسرة تتكون من الأب والأم والأبناء فنحن كجمعية حقيقة حرصنا أن تكون أهدافنا و برامجنا تخص هذه الأسرة بكامل في أهدها إذن نتحدث عن ما يعني داني أقول تعزيز الروابط الأسرية بشكل واضح نعم الجمعية متى تأسست؟ تأسست بالتحديد عشر صفر ألف واربع و سبع و ثلاثين إذن الجمعية حديثة؟ نعم طبعا أنا لا أخفي دهشة الحقيقة من عدد سكان محافظة الجمهور من الحقيقة لازلت مندهش و كان المعلومات التي ذكرها لي فيما يتعلق بالمحافظة و مراكزها و قراها جديدهم بالنسبة لي اسمح لي أن نشاهد التقرير و المشاهدون سويا ثم نعود لاستكمال الحوار نشاهد التقرير بلادي بلادي منار الهدى و مهد البطولة عبر المدى بلادي بلادي منار الهدى جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم جمعية تنموية مصرحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم سبعمائة وتسعة عشر تأسست في العاشر من صفر ألف و أربعمائة وسبعة وثلاثين هجرية تقدم الجمعية خدماتها التنموية والإرشادية والتأهيلية للأسر بمحافظة الجموم والقرى التابعة لها رسالتنا تنمية الأسرة بأساليب علمية مدروسة وتأهيلهم ليكونوا قوة فاعلة ومستدامة في المجتمع رؤيتنا الريادة في بناء وتنمية واستقرار الأسرة قيمنا روح المبادرة التعاون القيادة التميز الجودة تعمل الجمعية على أربعة أهداف رئيسية تقديم الإرشاد الأسري تقديم دورات للمقبلين على الزواج إصلاح ذات البين التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين إنجازات الجمعية المشاريع والبرامج أكثر من سبعين برنامج تم تنفيذه أعداد المستفيدين تجاوز مليون ومائتين وثلاثين ألف وسبعمائة وخمسة وستين مستفيد ثمانية مبادرات فعالة اجتماعيا وأسريا تجاوز عدد الشركاء أربعين شريك وراع رسمي المشاريع المستقبلية للجمعية شراء أرض تكون مقراً للجمعية تأسيس مركز الإرشاد الأسري عمل خطط استراتيجية وتخطيط استراتيجي إنشاء وقف للجمعية إطلاق مشروع الزواج الجماعي تأسيس نادي البناء تأسيس نادي سفيرات الأسرة تأسيس نادي ملهمات للمرأة بدعمكم يستمر العطاء مصرف الراجحي رقم جوال الجمعية رجال نساء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستجرام سنابشات و مهد البطولة عبر المدى و أمجدها فوقها من زمن و بالفخر يستان مجد الوطن و أمجدها فوقها من زمن حسنا لا أعلمت أن التقرير في كل المعلومات لأنني حرقت كل المحاور يا أخوان شكراً لكم إلى اللقاء في حلقتين قادمة طيب أنا أريد أن أعلق على المبادرات التي لدينا سبع مبادرات فعالة أو عشر مبادرات هناك مبادرات متعلقة بالجمعية و مبادرات متعلقة بالجائحة لحدثمة كورونا دعنا نأخذ لمحة عامة عن مبادرات الجمعية ثم نسولف عن الجائحة طيب ما هي أهم المبادرات في الجمعية حقيقة الجمعية كما سمعتم لها أربع أهداف فحرصنا حقيقة في بداية نشاة الجمعية أن نركز على هدفين الأساسية وهو الإرشاد الأسري لحل المشكلات المتعلقة بالأسرة وتأهيل المقبلين ونقلات على الزواج الجمعية حتى الآن حقيقة قدمت مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف جميع أفراد الأسرة فقدمت الديوانيات الأسرية قدمت الدورات التدريبية الخاصة بتربية الأبناء كذلك المتعلق بالمرأة كدورات تخصوديصية يقدمها متخصصين في الجانب الأسرية الجانب الآخر هو المقبلين على الزواج الجمعية قدمت أو أهلت أكثر من أربعمائة شاب وفتاة حتى الآن عبارة عن دورة التدريبية من ثلاثة أيام تتحدث أو تأخذ خمسة جوانب الجانب الشريعي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الصحي كذلك حقيقة لها برنامج جماهيري في العيد بعنوان عيدي مع أسرتي أحلى حقيقة الأسرة في المحافظة تحضر إليها يعني آخر مهرجان كان قبل تقريبا الجائحة بسنة حضروا أكثر من ألف مستفيد جميع أفراد الأسرة حضروا حقيقة بالشراكة مع الجهات الحكومية وهذه المبادرات تقدمونها بشكل استباقي يعني أنتم تصممون المبادرة وتنفذونها للمستفيدين قبل أن يحتاج المستفيد أن يطلب منكم ذلك نعم أليس كذلك هذا الجانب الجانب الثاني حقيقة أننا عندنا استبيانات نبين من خلالها احتياج المجتمعي فبناء على ما يأتينا من المستفيد نقدم بعض لكن وجدنا أنه كمحافظة في حاجة حقيقة إلى هذه المبادرات لكنكم تستقبلون على رقم مثلا مخصص نعم في جوال خاص بالجمعية على مستوى التأهيل أو التوفيق أو إصلاح التلبين وغيرها نعم نعم عندنا الهاتف الاستشاري حقيقة مستمر الآن مقدمين على المركز الإرشاد الأسري والذي حقيقة يخدم جانب الهاتف الاستشاري وجانب الإصلاح الأسري على أساس أنه الآن في طور تأسيسه بإذن الله الأمر الذي أردت أن أؤكد عليه الحقيقة وهو متعلق بأن الأسرة هي اللبنة الأولى أو الأساسية للمجتمع وبالتالي أي أثر ينغرس في الأسرة بشكل أو آخر فإنه ينعكس على المجتمع كله نعم نشاط جمعية تنمية الأسرة و جمعيتكم ليس طرفا يعني هو نشاط جدا مهم و يحقق أهم المستهدفات يعني أقول في أهم عنصر للمجتمع وبالتالي التغير يفترض أن يكون قويا خصوصا على مستوى مثلا تأهيل الراغبين في الزواج الأمر ليس بالهين الزواج مشروع حياة نعم الروابط الأسرية أمر هام جدا مفصلي في حياة كل شخص ينتمي إلى أسرة وهكذا فأقصد فكرة أهمية نشاط الجمعية حقيقة الجمعية أسست بناء على هذا الاحتياج يعني الجمعية تعتبر الجمعية الوحيدة في المحافظة متخصصة في جامعة الأسرة بل أول جمعية تخصصية تهتم بالأسرة على مستوى ثلاثة محافظات يشرف عليها مركز التنمية أبوهاد فاطمة بحراء الجموم الكامل يعني هذه أربع محافظات يشرف عليها مركز التنمية أجتمعية طبعا مركز التنمية أجتمع أبوهاد فاطمة تحت إشراف وزارة المواد البشرية والتنمية أجتمعية أنتم حصلتم أو كرمتم من قبل مسشار خادم الحرمي الأمير خادر فيصل لو تكلمنا عن هذا التكريم ومناسبته وحن بالمناسبة نشاهد هذا الفيديو أو اللقطات لأنشطة الجمعية لو تكلمنا عن هذا التكريم الذي كرمتم به من قبل مسشار خادم الحرمي طبعا الجمعية حقيبتها أسرية حقيقة لكن عندما أتت جائحة كورونا حقيقة وكانت حالة استثنائية فالجهة المشرفة المركز التنمية الاجتماعية أسند إلى الفريق التطوعي حقيقة لدينا فريق تطوعي متميز وهو فريق العطاء فيه أكثر من 25 متطوع متطوعة فأسند إلينا بعض الأنشطة الاجتماعية التي تخرج على الأهداف الأساسية لكن هو أزمة وإحتياج فأسند لنا توزيع السلال الغذائية فكان هناك مبادرة بررا بمكة لأضلق صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمي الشريفين الأمير خالد الفيصل وحقيقة الجمعية حقيقة فعلا قدمت كل ما لديها من فرق تطوعية وعدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من 2200 أسرة هذا في الجانب السلال كذلك سقيا الماء بدعم من مبرة وقف الملك عبد العزيز العينة العزيزية حقيقة دعمنا بأكثر من ثمانية ريالات استفدنا أكثر من 2000 أسرة حقيقة في المحافظة فهذه المبادرات حقيقة قمنا بها أثناء الجائحة كذلك كان هناك مبادرة حقيقة اهتمت برجال أمننا ولا يخفى عليك كيف كان دورهم العظيم في أثناء الحضر ووجودهم في مراكز التفتيش فقدمنا مبادرة أسميناها شكرا رجال أمننا وهي عبارة على حقيبة صحية وضيافة تقدم لرجال أمننا في مواقعهم خلال فترة الجائحة كانت حقيقة بشراكة من محافظة الجموم ومسي على سعادة الأستاذ فهد منير القثامي حقيقة وهو من الداعمين لنا في الجمعية هذه الصورة من المبادرة هذه إحدى البرامج التي قدمناها في الديوانية الأسرية في مركز الدفاع المدني من المحافظة دفاع المدني نعم الدفاع المدني جميل فحقيقة هذا من ضمن المبادرات التي قدمناها هذا الحديث انساق وهذا كنت كان سؤالا مستحقا مبادرات التي قدمت في أثناء الجائحة فأنت ذكرت السلال وذكرت سوق الماء أيها ومبادرة رجال الأمن شكرا رجال الأمننا أيضا هل هناك مبادرات أخرى تريد تذكرها في ما يتعلق بنشاط الجمعية خلال الجائحة نعم طبعا نحن كجمعية حقيقة أسرية قدمنا حقيبة من البرامج التوعوية وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات والصور التي توعي بالجائحة قدمت مجموعة من المسابقات التي تخص الأسرة وتعلم يعني في أثناء الجائحة الأسرة كانت داخل المنزل فقدمت لهم حقيقة مجموعة من المسابقات أصمم بيدي مسابقة رمضانية كانت مدة شهر رمضان كامل متعلقة بالأسرة أشارك فيها على مستوى المملكة أكثر تقريبا مشاركين أكثر من خمسمائة ألف مستفيد من خلال الموقع الجمعية تويتر كذلك قدمت الجمعية مجموعة كذلك من المسابقات الخاصة بالأبناء تعرف أن الأبناء موجودين في الأسرة فكانوا يحتاجون إلى نوع من الترفيه البريفة شارك مجموعة من الأبناء حقيقة سواء فتيات أو من الأبناء جميل اسمح لي أختم بهذا السؤال وهو يعني تبرح حالة يعني موجودة أنا الآن مثلا أعيش في أسرة متفككة مثلا أو بين والدي و والدتي مشاكل مثلا أو أنا مضطهد في الأسرة أو يعني ما أدري أي من هذه الحالات لا و أحتاج إلى دورة الجمعية في هذا الصدد فما الذي أفعله أتصل عليكم أقوله شبغة وأنتم عندئذ ماذا تفعلون أعطني سيناريو كذا يعني قصة هذا تتعلق بحل البشاكل الهدف الرئيسي التواجه الأسرة حقيقة عندنا الهاتف الاستشاري الهاتف حقيقة هو عبارة عن جوال يتصل على الجوال من خلال تحديد أوقات تقريبا ثلاث أيام في الأسبوع من ستة مثلا إلى تساء مساء يستقبل الاستشارة متخصص حقيقة في الجانب الأسري سواء كان الجانب الرجال أو جانب النساء يتم التواصل معهم وتسجل المشكلة وتعرض على المستشار من كل الجوانب سواء كان تتعلق المشاكل الأسرية أو مشاكل الأبناء أو المشاكل النفسية وتتم بعد ذلك المتابعة من قبل المستشار برقم طبعا لا يذكر اسم المتصل وإنه برقم يوضع له ثم يتم التواصل بالتالي أنت تذكر فكرة اليوسرية المعلومات المحافظة الخصوصية طيب هل هي الشمال هذا أنكم تحولون لجمعية أخرى يعني إذا كان مثلا شايلوا علاقة بحقوق الإنسان أو شخص راغب في الزواج تحولون على جمعية معنية بتزويج الشباب وهكذا نعم في تواصل حقيقة وفي تكامل يعني ما بين الجمعيات الخيرية والجمعيات الأسرية وفيما يتعلق بجمعيات الزواج طبعا نحن في محافظة الجموم لدينا مجموعة من الجمعيات الإغاثية فالأسرة في بعض الأحيان تكون قد من ضمن مشاكلها الجانب الاقتصادي فيحول إلى الجمعية الإغاثية ما يتعلق بالجانب الزواج وإحتياجات الزواج يأخذ عندنا المستفيد شهادة دورة المقبلة على الزواج ثم يتجه إلى جمعية الزواج بمكة التنمساريين مكة المكرمة يقدم له الدعم الأين والمات لأن هذه الشراكة الحقيقة الجهات هي حلقة توصل كل جهة تسهم في خدمة المستفيدين من الجهة الأخرى في دقيقة واحدة بماذا تحب أن تختم لقاءنا حقيقة الجمعية مقبلة حقيقة الفترة القادمة على مجموعة من البرامج المتميزة وبفضل الله علينا حقيقة انتهينا من الخطة الاستراتيجية الجمعية لثلاث سنوات قادمة نسعى حقيقة خلال الفترة القادمة إيجاد مقر للجمعية نسعى كذلك إيجاد برامج استثمارية تجعل للجمعية الاستدامة المالية وكما تعلم أستاذي أن الاستدامة المالية الآن أصبحت أصب في القطاع الثالث والحمد لله القطاع الثالثة بدأ الآن حقيقة ينمو ويتطور ورؤية المملكة 2030 اهتمت حقيقة بالقطاع فالجمعية حقيقة الأنتواكب من خلال الخطة الاستراتيجية والتي حقيقة قدمها متخصصين في هذا المجال وهو بيت الخبرة بيت خاص بالدراسات والأبحاث الاجتماعية جميل جميل ونحن ننمو ونزدهر بوجود أمثالكم في برنامج المجد الوطن الله عزك الخير شكرا لك على تواجدك و شكرا لكم مشاهدين الأكارم على متابعتكم الطيبة لهذه الحلقة من برنامج المجد الوطن إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة